على تركيا تقديم اعتذار عن نهجها في ترويع المدنيين في شمال العراق بهذه العبارات خاطبت الرئاسة العراقية أنقر محملة إياها مسؤولية حادث قصف مطار السليمانية بطائرة مسيرة بدعوى استهداف قياديين من قوات سوريا الديمقراطية يوجدون في السليمانية الحوادث الأخيرة التي حصلت لا بد أن يكون هناك موقف رسمي في الإدانة من الجانب التركي حتى لا تتكرر هذه العمليات أي تداخل عسكري أو أي عمليات عسكرية ضمن الرقع الجغرافية للأراضي العراقية هو غير مسموح به يجب أن يكون هناك إذن من الدولة العراقية إذا كانت هناك مبررات في ملاحقة بعض الشخصيات التي هي مطلوبة للجانب التركي مراقبون اعتبروا الانتهاكات التركية للأراضي العراقية نتيجة طبيعية لعدم مركزية القرار السياسي في العراق ما بين حكومة اتحادية وإقليم كردي منقسم على نفسه نتيجة الخلافات الحادة بين الحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني كل دول الجوارة من ضمنهم تركيا تعلم علم اليقين إن ما يحدث في العراق من الشد والجذب بالقوة السياسية قوة يعطيها مبرر للتواجد أو نظرية الأواني المستطرقة أن تكون موجودة في الأراضي أو في المناخ السياسي العراقي سواء بتدخل عسكري أو بتدخل سياسي أو هنا وهنا البرلمان العراقي من جهته كلف لجنة الأمن والدفاع بالتشكيل الفوري للجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الهجوم التركية تكرار الخروقات التركية للسيادة العراقية يجعل العلاقة بين بغداد وأنقرة تتسم بعدم الاستقرار ويجعل الملفات العالقة بينهما شائكة ومعقدة حيدر الأسادي سكاينيوز عربية بغداد